ألف وواحد وعشرون هو عدد المشاريع التي تم إنجازها بإقليم الصويرة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة 2019-2023 بغلاف مالي يفوق 625 مليون درهم أرقام كشف عنها خلال الجماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تم تقديم حصيلة المبادرة للفترة الثالثة الممتدة من 2019-2023 في مختلف برامجها والتي همت على الخصوص البرنامج الأول الذي بلغ مجمله برامج المشاريع المبرمجة في 85 مشروع في القطاعات التي تروم تدارك الخصوص في البنيات التحتية وفي الوسط الأماكن الذات الاحتياج بما في ذلك قطاع التعليم، قطاع الماء الشارو قطاع الكهرباء القراوية، قطاع الطرق وقطاع الصحة في ختم هذا اللقاء تم التوقيع على ثمان اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية ورؤساء المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية مواكبة للأشخاص والفئة في وضعية صعبة ودعما لأصحاب المشاريع كما جرى تكريم نساء رائدات من إقليم الصويرة نظيرا خراطهن العمل في التنمية المحلية اشتركوا في القناة